لماذا كل هذا الحديث عن تايوان دكتور ناصر؟ لماذا تايوان؟ اقتصاديا سياسيا استراتيجيا لماذا تايوان؟ دول المنطقة كلها والتي تعتبر جزء مهم الآن من الاقتصاد الدولي والسياسة الدولية اللي هي دول الباسفيك يعني در صحيح التعبير كلها مرعوبة من التغول الصيني والذي سيبدأ أول ما يبدأ في تايوان يعني أنا أذكر أني كتبت طروحة الدكتورات في الألفين وعشرة فقلت أنه النظام العالمي سينهار بحرب مع الصين يعني هكذا ذكرت عندما وجدت أسباب الحرب هناك كثير من الدعاوة الإقليمية موجودة مع اليابان مع جزيرة سينكاكو مع اليابان مع دول كثيرة لكن النقطة اللي اعتقدتها في وقتها في الألفين وعشرة إنها الأكثر إثارة لشبح الحرب الدولية هي تايوان لأنها الأكثر حساسية بالنسبة للصين وبالنسبة لجميع دول المنطقة لما تبتلع تايوان وهي دولة صغيرة مثلا حجمها إلى آخره هذا مؤشر خطير هي بالضبط إلى حد كبير كويت المنطقة كويت المنطقة على سوية يعني تذكر كيف انقلبت الدنيا عندما دخل العراق لكويت مع أنها دولة صغيرة وبسيطة وإلى آخره هذه هي نفس الأهمية نعم صغيرة نعم سكانها قليلين بالنسبة للصين 24 مليون نسمة هي فتشيف كبير 36 ألف كيلومتر 36 ألف كيلومتر فقط لكن أهميتها على مستوى الاستراتيجي على مستوى المنطقة ما تعنيه بعدها من وراءها إنه إذا سكتنا على تايوان ماذا بعد ماذا سيكون نتيجة سينكاكو اليابانية ماذا يعني هذا